كابتن عدل بداية لازم نبارك بالبرونزية وكان ممكن جدا نبقى الفضية او الزهبية لو لا فعل فاعل في ماتش البرازيلي في لومنينس دربتين جزاء مش عايز اقول تلاتة حالتين طرد كان من حقنا ان احنا ناخد على الاقل درب جزاء من الاتنين او من التلاتة وحالتين طرد الراجل في نص الملعب باسمه مرتينيلي واخد انزار وعمل واحدة تانية بالكوع كان مفروض كارت تاني وعدت وطبعا دربت جزاء نازل على كل التليفونات حاجة راجل كأنه موتوبيس ضرب كهرباء حاجة مش ممكن فانما الحمد لله اخدنا البرونزية ودي حاجة بقت طبيعية بالنسبة لنا كنادي آلي وان شاء الله اللي جاي افضل بالنسبة للماتش النهاردة لازم الاول اشيد بادارة النديين على المستوى الكابتن الخطيب و ابو العنيان ابو العنيان لان طبعا المستوات دي مستوات كبيرة مش عايزين نخوض في لما يكون مدير فني ويطلع يقول كلام غير مسؤول والكلام الغير مسؤول طبعا يعني بيزيد بيزيد التعصب بيزيد الكراهية كرة القدم ما فيهاش لا كراهية ولا فيها انت ومش عايز اعترف انه هو اخطأ ومن ضمن الحاجات بارتو اللي هي كانت واضحة جدا اللي ما فيش سيطرة على اللعيبة من اول دقيقة من اول دقيقة العنف كان موجود نعم وحالات طرد كانت تبقى موجودة واردة جدا وكان الحاكم بيتغاضى عن كل الفولات الشديدة جدا اللي لفت نظري وبحي جدا كلر واللعيبة التزام فوق العادة على الرغم من كل العنف اللي تعرضوا ليه في المباراة ومع ذلك لا فيه حد راح يعترض ولا حد يشوح ولا حد حتى لما يبقى ليك فاول ما بتقومش حتى يعني مجرد انك تدافع عن نفسك كل واحد ملتزم بقانون اللعبة اللعب النظيف الجانب الفني طبعا كان احنا مسيطرين على المباراة من اولا الاخيرة بتلعب اختراقات من الاطراف من الظاهرين بتعمل اختراقات من العنق بتعمل تزديد بتعمل انفرادات وشوفنا اكتر من انفراد النقطة الصلبية بس اللي أنا شايفة مثلا طاهر او امام عشور الكرة مش محتاجة كل العنف ده والجول فاضي يعني فيه طاهر انفراد مفروض ان انا بحطها فوق الجول ومنتهى البساطة وبعدين فيه اتنين تانيين بيتعزم وشوت جامد طبعا فيه بيرستاو كرة لعبية لجوة 18 يعني مفروض بيرستاو في الحالات اللي زي دي لازم اشيران فوق جول الجول بيتداخل وعمل عملية فرشة كده على الارض انا مفروض في الوقت ده ملعب هنوش بس مجرد ان انا اخده من تحت يعني يا ريتنا اتفرج على ميسي كده يعني بيقدي الحاجات اللي هي الرائعة ديد اوكي الاختراقات من اطراف اختراقات من العنف تزديد اه معدين جيم على اعلى مستوى الشوت الاولاني والشوت التاني على الرغم من كل العنف اللي تعرضو له وطبعا زي ما تفضلت 13 يوم بتلعب خمس مباريات ابطال اليابان ابطال الاسيا ابطال البرازيل ابطال السعودية يعني ماتشات عالية جدا قوية جدا وامام جماهير كبيرة جدا صحيح تتحملك مسؤولية ومع ذلك الالتزام الفني بتبدأ من تحت الحاجة التانية برضو اللي انا بحي عليها من ضرب الحراس وهي ان لما بيتضغط عليك بكسافة بتضرب الكسافة ديت انك انت بتروح لعبها لهاني او بتلعبها العالي معلول فطبعا انت بتضرب التكتل ده انك انت بتضرب المقدمة ديت بالشكل ده الفرص اللي ضاعت مننا كتيرة جدا النهاردة لكن لابد ان احنا نحيي الجهاز الفني واللعيبة والجهاز الإداري ونشيد بخالد المرتجي اللي كان قافل على اللعيبة بشكل رائع وكان فيه حزب ما فيه شك ان ادارة النديين على اعلى مستوى من العلاقات وزي ما تفضلت الاخ عيمن النهاردة كابتن عيمن رجل محترم جدا يعني ممكن يكون بس بعد الماتش متنرف انفعش يا كابتن احنا بنشتغل في مهنة بأنه خمسين سنة انا استحالة اكون شاحن اللعيبة بطريقة دي واستحالة انا نطلع بعد المباراة اقول كلام غير مسؤول انت بتتاعمل حكم زي ما انت حضراك تفضلت لجنة الحكام واتحاده كورة ده فيه الاخ بسام طالع بيتهكم على التحكيم النادي لقل لما واحد بس بيفتأ مش بيفتح بقه مجرد ان هو بيشاور بيديه بتلاقي الايقافات خمس ستة متشات وغرامة مليون جنيه والحاجات دي الناس كلها في كل كورة الفرقة كلها ريحاله اللايحة بتقول ايه يا كابتن ده مجرد ان اتنين اللاعيبة يروحوا للحكم بياخدوا غرامات وبياخدوا ايقافات اللي احنا شفنا النهاردة على ارض الامارات ما ينفعش ابدا انت بدو سيء لسمعة الكورة المصرية بشكل ده شنرى ما سيحدث حمد ابراهيم عمل ايه كمان يا كابتن وخير شاط الفار وبقى الناس للمسؤولين عن الامن بيتفراجوا مش مصدقين لان لو في الدور الاماراتي حقد عمل الكلام ده طبعا انا انا متأكد انه سيتم اتخاذ عقوبات كبيرة جدا عن هذه الامور ولابد اعقاب على اللعيبة اللي هي تهكمت على الحكم اللي هو كان معهم طول المباراة وبعدين برضو المدير الفني لازم ان هناك عقاب وعقاب راضي لان انا انا مفروض لما اخسر اقول ان انا اصرت في عملي او ان انا موفقتش ان انا مرميش على موقف تانية ايم يعني انا اكد على كلام كابتن عادل فكرة ادأنا فنيا كان على اعلى مستوى طبعا لازم الناس تدي بعض العزر يعني طبعا عارفيا احنا في النادي الاهلي ما عندناش اعذار وفي النادي الاهلي دايما ما فيش مساحة لأي مبررات ولكن لازم ندي لعبة الاهلي بعض العزر لو في قل التركيز في بعض الهجمات لو في اجهاد وضع حليم لازم برضو ما حضراتك قلت نلعبنا عدد مباريات كبير جدا في وقت قليل وعدد مباريات مش مش هين يعني الكواليتي بتاع المباريات اللي احنا لعبناها بتتكلم في الطوب ليفل في كرة القدم مع مدارس مختلفة كل يومين مباراة كمان انت مسافر من السعودية للامارات هي مرة واحدة تقريبا اللي اللعبة دي ممكن تكون تمرانت فيها وكان اكيد تدريب خفيف مستر مارسل كولر عمل تغييرات بسيطة في التشكيل عشان خاطر الانسجام يعني ما يتأثرش لان في الاخر دي مباراة كاس لو خسرت هتخرج ممكن يعني وحنا بنتكلم كده نستعرض الاحصائيات المباراة كابتن اسلام هتلاقي ان النادي الاهلي تفوق في كل شيء النادي الاهلي رغم قلة عدد الايام انا انا حايا مستقرب جدا من يعني شار برضه اقولها ازاي من ردة فعلي كابتن ايمن على رغم من انا لما جيت اقرأ التصريحات مش التصريحات بعد المباراة وعدوا ستين في المية استحواز لنادي الاهلي تسعة وثلاثين لا لا الاحصائيات تنزل لنا دلوقتي واعدوا ستين في المية لنادي الاهلي بصة كابتن اسلام واحد ستين في المية وتسعة وثلاثين يعي زي ما حداك بتقول كده المباراة هو يعني انا قلت يمكن انا ما بسيتش صراحة على الاحصائيات لكن انا قلت يمكن الاحصائيات تكون في صلحه مثلا ولا لان انا لا لا كابتن إسلام هنقرأ للجمهور الاستحواز 61% 39 لسيراميكا ركلات الركنية 4 الواحد نتكلم عن محاولات بص عدد محاولات الناديل أهلي على المرمى 19 منهم خمسة بين القائمين والعرضة مقابل واحدة اللي هي أخطر واحدة لسيراميكا من خمس محاولات على المرمى بص الإكس جي اللي احنا دايما بنتكلم عنه وكابتن إسلام اللي هو دايما هو ترجمة اللي هي أداف المتوقعة ترجمة الفرص والمحاولات بتاعتك شكلها كان عمل إزاي الناديل أهلي من محاولاته وفرصه اللي صنعها كان من المفترض أن يسجل أربع هداف سجلنا هدف سيراميكا أقل من هدف حتى فرصة لايكورال في العرضة لأنها فرصة يعني من منطقة الجزاء بشكل معين فحتى مش فرصة هدف 100% يعني هي في حسابات الـ XG بيعتبرهش هدف 100% بس يعني هنقول هدف للسيراميكا وأربعة للنادي الأهلي لدي إجمال الفرص نتكلم بعد كده حتى التمريرات الدقة هم 70% والنادي الأهلي 79% ولكن نتكلم على عدد فرق كبير جدا الكرات الطولية للنادي الأهلي لعبها ودي برضو كانت حاجة إيجابية النهاردة أن أنت لما بتقرب من 50% كان يزبط كرات طولية صحيحة ده بيبقى حاجة كويسة النادي الأهلي الكرة التانية أو الاستخلاص الكرة 103 مقابل 88 لسيراميكا يمكن كابتن أيمن الرمادي بقاله فترة معسكر في الإمارات كان بيعدي فريقه بشكل هادي جدا للمباراة ما عندهش أي ضغوط هو كان أعتقد أن فكرته أو فلسفته أنه كان عايز يستنزف النادي الأهلي بدنيا ده اللي كان واضح لكن هو طلع قال كابتن عادل كابتن أيمن طلع قال أن الأهلي مش مجهد عادي أنه يلعب كل ثلاثة يام مباراة وممكن لأنه ما جربش أنه يلعب في الليفل ده ربنا أنا بالأمان أنا على المستوى الشخصي أشتب أيمن كابتن أيمن رمادي كتير في وقت عصوان لأنه مدرب مميز براجل أكاديمي وليه اسمه في الإمارات لكن نقصد في المباراة النهاردة أنت حضرت لعبتك لسيناريو لم توفق فيه أنت كنت تعتمد على لعبة واحدة أو فكرة أن أنا إيه النادي الأهلي هيبقى جاي من رحلة السعودية ضغط مباراة كبير إجهاد تقعا هلعب الدفاع بتاعي ولعب على التحولات الأربعة اللي قدام زلكة ومحمد عادل ومحمد إبراهيم وقندوسي معاهم أحمد ياسر هم الناس دي اللي تاخد لما تاخدوا بكرة تطلع تجري عشان أستغل المساحات اللي خلفت فعل نادي الأهلي ولكن اللي حصل إن النادي الأهلي ضغطوا طول الشوت الأول بشكل قوي جدا وحتى لما كان بيحاول يروح بالتحولات دي كان بيلاقي ياسر ومحمد عبد المنعم موجودين وبيحبطوا الأمور دي فهو مقدرش ينفذ الفلسفة بتاعته في الشوت الأول الشوت الثاني لما لعبت الأهلي شوية بدنيا قال له ابتدى ملامح لسيراميكا تظهر ولكن في النهاية زي ما قلنا كده التوفيق لما أنت بتشتغل كلنا بنشتغل لكن هو التوفيق يعني زي ما نقول كده حالة في النادي الأهلي في كرة إمام عشور لا إن النادي الأهلي قاتل لآخر سنة كابتن أعمال رمادي يا كابتن عادل وهنا أنا بسأل يعني حد له قيمة وقامة في التدريب في مصر كابتن عادل طايم كابتن أعمال رمادي لما تكلم تكلم عن أن الأهلي مش موكت عندوش مشكلة يعني أن الأهلي ما عندوش مشكلة أنه يلعب كل ثلاثة يام مباراة علميا وحضرتك خبير في هذا المجال هل من الممكن أن الكلام ده علميا يكون صح؟ لا طبعا كلام عاري تمام من الصحة أولا التجارب بالنسبة له زيره الحاجة الثانية أنت قست في قياسات بتقول أننا اللعيب إذا كان مجهد عن طريق أجهزة بتقول أنا النهاردة جريت كم كيلو في المباراة دي ايات الجهاز التنفسي بتاعي العضلة مجهدة ولا مش مجهدة كلها بالأجهزة مستوى المباراة برضو كابتل مستوى المباراة عندك بطل آسيا بطل برازيل بطل السعودية السعودية يعني أنا ما لعبتش ماتشات من عشرة إيام هو لعب ماتش ودي هناك طب أنا زنبي أنا 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 أشعارف أنا يعني يعني أنت زي ما هم مش زنبك إن إحنا مجهدي برضو هو طبع اسلوبة كابتل طبع إن هو شحن اللعيبة شحنة قوية جدا ابتدى يلجأ قالك النادر الأهلي أنا ألجأ للعنف علشان عندوهم ماتش وراحين آه وراحين منتخب العنف في الزيارة ده مش موجود في الدور المصري إلا في بعض الفرق منهم سيراميكا من ساعة مراح أيمن الرماضي الحاجة الثانية الراجل ده يعني أنا في علم التدريب في حل علم تدريب تربوي التربية فين إن أنا مش مسيطر على اللعيبة أنا النهاردة الحكم يصفر الفرق كلها تروح له وفي من هناك أعتقد وطلع كارت أحمر لواحد محمد إبراهيم لا ده فيه واحد فيه اتنين تلاتة كانوا بيعملوا حاجات يخش في صدره وبعدين يشوح بأيديه الكلام ده شخصية الحكم لو أنا حد اعتدى علي ويقرب مني بالشكل ده ويشوح لي بالشكل ده أنت خلاص فقدت قيمتك في الدور المصري أنت إزاي بتسمح ده أنت عارف مصطفى مصطفى محمد في الدور الفرنسي راح للحكم مجرد يعني بمجرد أنه يعني لسه هيكلم كارت أحمر لأنك أنت بتفقد الجانب التربوي اللي أصلا الرياضة عملت علشانه فأنا لما يكون ما فيش السيطرة دي طول المباراة كل صفارة قاوت الأخ قندوسي ما فيش كورة ما اعترضش عليه اللي أمان الحكم ألا أنت كنت عندنا ما كنتش بتعمل الكلام ده أنت كنت في النهاية اللي كنت تعمل الكلام ده والعنف ده ويراس الريان ما خلاش حد في الفرق إلا ما ضربه يعني ما دي برضو شخصية المدرب بتنعكس على أداء اللعيبة لو أنا راجل مسيطر على لعبتي اللعيبة هتلاعب هتبقى مركزها في الجانب الفني فقط لو هو مركز معلش يا كابتن برضو عشان نبقى بندي للناس كلها هو ممكن يكون هنا بيتكلم على أنه هو مثلا ممكن يكون شحن الفرقة وده طبيعي محمس الفرقة يا كابتن ما فيه فرق بأننا صباح يروح يقول له مضربوهم مثلا لا 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 استحالها كابتن لا 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 بيبقى بيقول لك أقول لي حضرك ما أنا معرفش أنت النهاردة أنا بقى شحن اللعيبة فأقول له الكرة الراجل ده ما يعديش منك الراجل ده الراجل ده ما يعديش منك بأي طريقة بأي في يا كابتن الكلام ده في يقول لك إمام عشور الضرب النهاردة كام مرة إمام عشور ما في حد إلا ضربات أنا ما أعتقدش برده كابتن حليك قدر أنا ما أقول كلام حليك صح أنا بقول كابتن فيه مضربين كده يا كابتن أنا اتعاملنا مع مضربين كتير وعارف يقول لك أنا أبو تريك تعال تعال يا أبو تريك تعال يا كابتن خطيب اللي هو لأي معنى أنا أقولها بمعنى تاني اللي هو يقول لك إيه لو أبو تريك دخل الحمام خش معاه مثلا وحاول تأزي في العالم كله يا كابتن حاول تأزي دي ما ما أعرفش يا كابتن يعني والله في مدربين حالك قادرة مني أنت اللي صح أنا مش صح في مدربين في مدربين بيقول لك الراجل ده أنا عايزك تقدر عليه يتخلص عليه يتخلص عليه ازاي بقى انت بقى خش في رجبته فيه ناس نوعية غليلة طبعا مش الغالبية لكن فيه نوعية دي موجودة النهاردة العنف اللي كان موجود الناس كلها في الشارع يا كابتن بتتكلم هك مستغرب العنف الزيادة قوي طب أنا الشحن ده ما هو أنا فيه شحن جيد شحن إيجابي يحمسك يحمسك إلعب في الإطار الفني ده أنا أتكلم هاجم من يمين هاجم من الشمال إلعب بعنف إلعب آسف برجولة المانتومان من غير أزية ما أنا ممكن ألعب من تومان من غير ما أقزي الراجل إنما أنا مخش في رجليه يعني يسر يعني اللي اتنين كان مفروض يضطرت فيهم ده دخل على رجل الراجل مش دخل على الكورة خالص يعني وبعدين برضو خرق خمس ستة فاولات بنفس الشكل انت بتقع يعني ليه كده دول زميلك وزميلك مش الأهلي بس الأهلي وأي حد تاني بيتلعبه طبعا مفروض أنك أنت تتحسب على زميلك لأنه مرضو لو زميلك الفريق الآخر المنافس لو اتعامل معك بنفس المنطق مش هتبقى كرة قدم لكن هنا المفروض بقى دول الحكم بإحماية اللعبة الأهلي هو القاضي تتحط عشان ده ينفذ القانون ويحمي اللعيبة من الأزية أنت أول ما تنزل شوف عندك فيه خاتم الشنكار محطوط سلامة اللاعب صحيح من واجبات الحكم أنه يحميه إنما يحميه زي والراجل كرة علي معلول ومع كريم اللي في بداية المباراة تشوفت الراجل بيزحل على علي معلول كأنه في كرة هاتها ساميل لو سمحت الكرة لها وكاد في اللعب يعني مسك علي معلول فخد علي معلول مسك اللعب ويستحق انظار فخد انظار قبلها على طول شوط الأولان نفس اللعبة ومخدش فيها انظار حد تاني ولو علي معلول للزحلة الراجل ده مفروض على أقل على أقل كارت أصف ورينا هنا يا ساميل يلا سمحت وبعدين وبعدين أنا هبص يا كابتن هيا دي اللي أنا بتتكلم عليه يعني بص دي علي يستحق فيها انظار مفيش مشكلة دي مفيش انظار هدا لأنا بقوله ودي احنا بنقول اه احنا بنقول يا كابتن احنا بنقول زي ما حريب بتقول يعني إنه الكرة بتاعت علي دي علي هنا يستحق انظار طبعا اللي هي اللي على اللي هي مع الكندوسي اللي هي على الشمال دي اللي هي على الشمال هنا ناحية تانية ما هو علي اهو ونفس اللعبة تقريبا ولعب سراميك الكروبات رباسكو من التشيرت ما أخدش انظار لا بجراء اعتقد اللعب ده في الشرط التاني كمان خد انظار فممكن كبكورة دي كان ممكن تأثر وياخد أحمد خلينا يا كابتن نبقى لأن احنا الجمهور بتاعنا واعي وفاهم كويس كابتن محمد معروف واضح انه ماتشات القالي دايما بيبقى في حتة تانية زي برضو بقعتصد جبايا ولا سلبيا 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 نحشفناه بينطف ماتشات الفرق المنافس بينطف لما الفريق المنافس بيجيب جول والأظن ممكن ساميري يجيبها يعني يعني بينطف فرحان المناتقين بكورة جاب جول في المحل عمل الموسم القبل اللي فات محمد هاني صح ضرب الجزاء ولم يحتسب وطرد لم يحتسب وهو على طول ما تشاته كده معنا ما بيديش حق الناد الأهلي بيستمرار العيب مش فيه فريرة بقى ولا بريرة الأخ فريرة هو لو لا انه هو آمن العقاب ما كانش قد المباراة بالشكل ده انت بتقدي مباراة على أرض دولة شقيقة مفروض الحكم المصري يبقى نزيه وفي منتهى الأمانة هو بيقدي المباراة هل انت النهاردة قدت المباراة بشكل فيه أمانة وشكل فيه نزهة لا لم تحمي لعبة الناد الأهلي ومع ذلك ولا فانيلا حمراء راحت اعترضت عليه ولا واحد فانيلا حمراء على الرغبة من الأزية والعمليات الضرب المبرح اللي كانت موجودة ومع ذلك ما فيش فانيلا حمراء راحت اعترضت ولا الجهاز الفني اعترض وبعدين كل كورة حتى بعد المرة الماتش حاولوا يعتدوا على الحكم انا لو انا المدير الفني يا كابتل وانت لعب كبير وعارف لما انا ما كنش مسيطر على لعبتي يحصل المنظر اللي احنا شفنا النهاردة ويطلع الراجل يشوط الفار ويشتمل حكم ويطلع له كارتة أحمر ليه ما هو يئمة قالك اللفظ مش كويس يئمة وبعدين فيه ثلاثة اربعة طبعا السمير لو يقدر يجيب لنا الفرقة كلها رايحة عليه هل فيه أدنى شك الراجل جاء استردباك حطه في نفسه وعدنا ندور فيها ونعمل فيها ندور ونقلب الراجل واخدها من نص الملعب إمام عشور واخدها من نص الملعب يا كابتل يعني أنا الحقيقة برضو مش فاهم ماشي يعني أنا ما فهمتش برضو يعني وعلى فكرة ووقت تقول نفسه تعرف أن أنا حاولت أكلم حد من اللعيبة بتحصل لبيكروباطرة أو من الجهاز الفني عشان أفهم هو ليه يعملوا كده بجد والله لأن أنا أنا بحب أفهم يعني قد يكون عندهم يعني قد يكون عندهم سبب حاجة حصلت احنا متشايفين كابتل ده فيه فاول أنا بقول مثلا بير سيتاو على الثامنطاشر لما راح بالعرض من الوينجرايت وقعد رايح معدي والرجل راح واخده مقص ما فيه ده راجل رايح هجمة مباشرة يعني ما عافش ما أنا ما فيش انظار ما فيش فاول يعني وفيه ايه وبعدين النهاردة سبقني وبكة وضربني وبكة سبقني وشتاكة أولا ممكن ماشي بهذا الشكل الغريب التصريحات بس بعد المباراة حتى ايو مهلا اتكلم على بعض التصريحات لأنه زي ما كانت العادل بيقول كده تقريبا تسعين في المية من الموتش ضد الناديل آله يعني أقدر أجيب لك إحنا اللي بسطنا هي يا كابتل عادل إنه نكسبنا لكنه نقدر نركز كويس جدا على على حالات التحكمية بعد الجون هنلاقي كمية حالات التحكمية ضد الناديل آله كميلة جدا يا كابتن بعد الجون أصلا بعد الجون يا كابتن إسلام في لقطة سريعة كده كان لعيب بسراميكا عادي يعني لهو إيه أحبطه بعد الجون يعني بعد الهدف اللي دخل فيه أحبطه بعد الجون بعد كده فجأة احنا بعد الاحتفال شفنا الاعتراض الناس بتدت تقول لا أصلا والله ده ممكن مودست اللي جاي من آخر الدنيا بيعترض ان هو جاي يعني يعني هو لو هو جاي اوفصايد انتوا هتعترضوا بعد الجون بـ 30-40 ثانية تتعترضوا وقتها ده الجون في ديها 96 طب مودست مش اوفصايد تمام مفيش حق أنا بقول لك هبقول لك هتقالت كده أنا بقول لك اللي تقال هم قالوا بعد كده بعد المواتش لا تصريحات كابتن محمد بسام قايل فيما معناه ان الأزمة مش ان الحكم لغة جون أو حسب ركل الجزاء مثلا الأزمة ان احنا حاسين ان المعاملة معنا مختلفة طوال المواتش ونفيه تحاف تحاف نزلينا اه يعني ملهاش علاقة بل احنا مش فهمي خلينا نطلع فاصل وبعد احنا نفاصل هنرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزيزي المشاهدين كابتن عادل ارجع مرة اخرى للضغط والضغط الكبير اللي بيتعرض للنادي الاهلي خلال هذه الفترة هل ده بيؤثر على الفنيات بشكل او باخر ما فيش شك لكن الرجل بيتعامل بمنتهى المهنية في شغله كمدرب والحقيقة ربنا اكرمنا بهذا الرجل لانه اختياره من البداية اختيار موفق جدا شوفنا النهارده من ضمن الحاجات بان مدة عشرة ايام منسمع يقولك هيغير فلان وهيغير فلان وهيعمل فلان وهيغير ثمان لعيبة النهارده خط الظهر بالكامل زي ما هو ده 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 معناها ايه معناها ان الرجل ده مش عايز يلعب في التشكيل وعايز يلعب من ناس كلها في حالة من الانسجام ومن التوافق وبيستغل الاداء البدني اللي هو ابتدى انت بتشوف الكابتن اسلام بعض اللعيبة في المواسم اللي قبل كده الشرط والعضلة الفغد تبصت لا اللعيبة رجليها العضلة الفغد مكسمة ده معناها ايه معناها ان فيه شغل في الجيم وشغل بدني على اعلى مستوى وبالتالي اصابات مش هتبقى فيه اصابات لان انت مركز جدا في الاربطة وفي العضلات الامامية والخلفية الجهاز العصبي بتاعك شغال على اعلى مستوى فانت النهاردة المان سيتي هيلعب هيلعب بعد مكرة يعني شوف الاتحاد الانجليزي بيعمل ايه او الرابطة بتعمل ايه واحنا بتلعب يوم الجمعة وبتلعب الاتنين وفيه صفر يعني وبعدين تلعب الخميس يعني انت اتمرن انت ومع ذلك الكورات السابتة الرجل ما بيدربش شوف الكورنر بتعمل فيه ايه الكورنر السابتة بتعمل فيه ايه نه معناها ايه الرجل بيبتدي يشتغل حتى نظري الكورنر تتلعب لامام عشور برا الرجل بيشوت كورنر تاني تتلعب ويدور وتتلعب مالعباله على العرض القريبة الفولات السابتة الجول اللي جابه علي معلول في ماتش الماتش الاخراني بتاع الاتنين وقفين في الزاوية المزبوطة وبيكلموا بعض وبعدين الاربع يروحوا علشان يعمل يعمل عملية تمويه عملية التبديل والتركيز وسباة التشكيل ثلاث حاجات ضد بعض ومع ذلك الرجل بيعملها بميزان النهاردة بيلعب عمر السولية مكان ماروان ماروان لعب ثلاث ماتشات كاملين تقريبا صحيح ديانجي ما بيلعبش لايه ودي برضو من ضمن الحاجات اللي لازم انا اكلم معاك عليها ديانجي بقاله من ساعة ماتش الزمالك يوجد نظر حضرتك صح من ساعة ماتش خمسة ثلاثة بتاع الزمالك جاي بجولين وكان عدة مباراة رائعة جدا من سنتين سنتين بقاله سنتين الرجل الوكيل بتاعه على طول زن على دماغه انه يمشي انه يمشي انه يمشي على الرغم انه احيانا الولد بيطلع يقولك انا النادل اهلي ومش اطلع الا من النادل اهلي وحابب النادل النادل اهلي وانه الراجل بقاله فترة كبيرة جدا كلها بيقوله ايه يا ديانج لابد من عملية الضغط على اللاعب ما بيتغادش لا في التمرين ولا في الماتشات الكرات سهلة جدا بتتعب على التمنتاشر تتباصل الفريق المنافس على التمنتاشر الاخطاء دي لا يمكن كانت تصدر من ديانج اول ما جيه بقاله اظن اربع سنين سنتين الاولين حاجة ما شاء الله حاجة مطور يعني تمانية سلندر بيجري بقاله بقاله سنة ونص للأسف ما بيقديش الاداء اللي احنا طب ايه يعني انت راجل سنك صغير لعيب عالي جدا بتبقى صنع لعب مجهود مجهود بدني رائع جدا التحامات كل حاجة الميزات تزديد برجلك الاثنين كل الميزات موجودة عندك الهبوط ده موجود لان الراجل ده بيتعامل مع اللعيبة بالعدل المطلق عدل يعني استغفراء العظيم عدل المطلق ده بتاع ربنا لكن بيتعامل مع اللعيبة بمنتهى العدل فانما يقول له اضغط هو ما عاده برا ليه ما عاده برا لانه ما بيسمعش الكلام ما بيقديش الواجب بتاعه والتالي هو بيعقبه العقاب المهزب لا بيقصب منه ولا بيعمل منه حاجة بس انا بقى أعدك وبقول لك بقى ادي كوكا طلع هياخد مكانك مروان فيه فلان هنجيبه تاني عوضة السلية السلية عوضة السلية امام عشور وهلوم مجرف ممكن في يناير برضو ييجي هافد فندر فانت مش هتنوي اي دراع النادل ايلي عشان تمشي علشان لا النادل ايلي عملك انت كنت لعيب عادي جدا في مالي ومع ذلك النادل ايلي لعملك البروبجاندا القوية ديت واللي خلاك في حتة تانية القيمة التسوقية بتاعتك ثلاثة وشوية مليون يورو ومع ذلك الكلام ده كان بفين قبل انت ما تيجي النادل ايلي النادل ايلي اللي وصلك للمرحلة ديت لابد يا ديانج احنا كلنا الشعب المصر كله والنادل ايلي الجمهور كله بيحبك ويعرفين ان انت اللعيب ممتاز لابد انك انت ترجع للمستوى كتاني كولر الحقيقة كل يوم بيدينا دروس في التدريب معناها ان انا انا شفت استواءات تحليلية كتير جدا قال لك هلعب فلان وفلان وهيغير اربعة وهيغير خمسة الراجل فكره تغيير بالمناسب النهاردة حسين الشحات بقاله ماتشين نبيقديش النهاردة بيلعب كريم كريم النهاردة بيقدي الدور الدفاع والهجومي صحيح الجانب الفني لسه شوية لكن تسبب في الجول اللي احنا جبناه النهاردة طبعا كل الامور ديت الراجل بيشتغل عليها الى جانب الامور النفسية طبعا بيشتغل عليها على اعلى مستوى والحقيقة احنا بنفخر بلعبتنا ان كل الجهد ده ومع ذلك بيقدوا بالاداء الرجولي ده ولا فيه اعتراض ولا ولا وكانوا الافضل في هذه المباراة لأي واحد منصف يقول ان الولاد دول الشوط التاني مش يكونوا موجودين ومع ذلك بيقدوا الاخر للديئة 96 ايمان امام عشور رجل المباراة احصائيات وارقام طيب لا امام عشور رح بنتكلم زي كده مع النادي الاهلي لما قدموا للشبح هو فعلا النهاردة كده طلع لنا في لقطة الجون زي الشبح رغم من الفترة برضو اللي فاتت ضغط مباراة كبير امام عشور للمباراة الثانية على التويل في التوقيت الكام بقى في الديئة 96 بنتكلم الاخر ديئة في المباراة النهاردة بص يا كابتن اسلام احصائياته للمرة التانية بنتكلم ان هو واحد من الافضل اللاعبين في النادي الاهلي صناعة الفرص صنع تلت فرص النهاردة في المباراة كاكثر لعيب الاهلي صناعة للفرص المحاولات على المرمز تلاتة من ستة تلات محاولات صحيحة من ستة اكتر لعيب في الفريق عمل محاولات تمريراته كدقة تلاتين تمريرات صحيحة من ستة واربعين الكرات الطويلة اللي لعبها واحدة صحيحة مراغاته النجاحة الترئيس بتاعته بنتكلم تلاتة من اربع محاولات الاكثر في الفريق الفوز بالكرة او قطع الكرة عمل ستاشر مرة قطع الكرة وده برضو الاكثر معدل اكثر في الفريق الكرة التانية البوري كافر عشرة الاكثر في الفريق الاعتراض الناجح اللي هو بتاخد الكرة مع الاستحواز خمسة وخسر الكرة اربع مرات دي احصائياته في المباراة بنتكلم زي بقول لحضراتك اللعيب صفقة مميزة جدا النادي الاهلي صنحها بص ممكن ندعم بقى الاركام يا كابتن اسلام بالحالات بص هنا دي كرة في بداية الشرط الاول بالترجم فلسفة النادي الاهلي فكرة الضغط الاوفر اكثر الاوفر جميل كريم طبعا ما كانش موفق بص هنا دي كرة اللي كابتن عادل قال عليها اللي هي الكرة السابتة دي تاني مرة على فكرة تتعامل بنفس الفكرة تعملت في المباراة اللي فاتت يعني ممكن بس نرجع كرة كمان يا سمير الكرة اللي قابليها كمان بص هنا يا كابتن اسلام النادي الاهلي طول المباراة بيلعب تحديد الشرط الاول فكرة الضغط وان انت دايما تاخد الكرة بص هنا امام كان فين راح خد الكرة فين وعمل عرضية تلت مهام في لحظة اللقطة دي تكررت اكتر من مرة في المباراة والاطع والاوفر بص اي انا خد الكرة ودق وبص وعمل اوفر اوفر مصبوط بالزبط كده فالنهارده بيرسي تاو كان ليه كرة في الشرط الاول اطحها ياسر ابراهيم في الدفاع عمل الكرة هنا نتكلم على دي تركاية كده في الكور السابتة مارسل كولر في الايام القليلة اللي زي كابتن عادل كاب يقول بيحاول ان هو يحفزهم اي حاجة عملها بص هنا دي برضه كابتن اسلام هنا بص مودست حاول هنا على الخط موجود عشان خطر يعمل فرصة هدف او محاولة على المرمى ده بالاضافة لكرة الجون اللي هي اصلا بنتكلم في مهارة السرعة بص يا كابتن اسلام واخد الكرة من عالجنب هو ما فيش اي مشاكل حتى كابتن ناصر عباس اعتقد هو بيحلل كمان الجون قال ما فيش كمان فاول قبل الكرة شفت هنا الترئيسة نبس سمير رجعنا تيانا يا سمير انطلاقة تلاتة اربعة وتسعين شوف يا كابتن ده هنا يعدي هنا شوف الراجل اللي شوف يا كابتن شوف الراجل ده اللي جاي ده هيعمل ايه كتف في كتف بص داخل عليه اه جامع هيخش عايز يطم برشاقة بحرفان اخذ الكرة هنا بقى توفيق ربنا توفيق ربنا لواحد لنعيم اجتهد بالزبط لانه اجتهد فنهارده امام عشور بيقدم اداء فردي يفيد الفريق بشكل يعني اداءه الفردي بيؤثر على الفريق والشكل الجماعي بشكل ايجابي مع الزملائه فالنهارده بنشوف النهارده انه هو واحد من اهم اللعيبة اللي النادي الاهلي تعاقد معه الفترة اخير لتدعيم هذا المركز دخل في الفريق زي ما اتكلمنا بسرعة رمى الانتقادات كلها ورى ظهره الضغط اللي عليه كل مقدة قاله عليه ندمان قاله عليه زعلان بيقولك بيرابه عليك يا سمير جابها من وراء حلو جحانا تاني يا سمير لصبح لا الخطة من وراء بيقولك كمان وجون يعني وجوني يجنن طبعا والله ما بحذر كانت معلش معلش عذروني وجوني يخلي اي حد يتنرفز لا بص بعد الكرة بص يا كابتن بعد الكرة واقفين تمام هذا تاني يا سمير والله هذا تاني معلش ما فيش اي حاجة مش اي اعتراضات حتى بقوله حالك كابتن ناصر عباس لا لا هتا من الاول بقى وهو بيحلل هنا في القناة قال لهم ما فيش حتى كانوا بيعترضوا يقولك اصلا فيه فاول مثلا قبلية ما فيش حاجة جم ما فيش حاجة ما فيش حاجة عايزين نعرف فعلا نحن حولها حاجة الجن توقيته كم فيني يا جربت لا لا انا بكال على قصدي هم بيحاول احنا بنحاول انه ايه احنا بنحاول انه ليلون مبرر ما ما فيش مبرر لا انا جدلون مبرر ليه لا مش قصدي يعني الناس بتحاول تجيب لهم مبرر لكن ما فيش ما عندش فالحاجة انا بعد ما شفت الجن تاني يعني يعني انا الهو سعدها تنشنت الله ومبسوط وبتاع وبتتنطط دلوقت لما شفت الجن مرة تانية انا لو مدرب ضد نادي الاهلي ات متخيل يعني ممكن اي حاجة متخيل مكافئة فوزة على مدين الاهلي والوصول للنهائي ممكن تبقى دي ممكن اقول اي حاجة لانه خلي بالك كابتان عادل اقول لك حاجة لو وصلنا ركرات الترجيح ما عادش خمسين هي بقى هنا خمسين خمسين اه خمسين ما لاش حل ما لاش حل دي بقى بيد ربنا وبعد كده اللي بيشوت صح فانا لو مدرب وشفت الجن كده تاني ها لا يعني ممكن اطلع اي حاجة لكن دلوقتي لما هدى خلاص هحس ان انا قلت حاجات غلط ومعرفش انا مدينيك اسكابتن ايمن انا عارف كابتن ايمن ربنا شخصية شخصية محترمة حتى في كلامه وفي طريقته قبل التدريق يعني انا عارفه من فترة طويلة فانا مستغرب حتى يعني برضو محمد ابراهيم من الناس الولاد المحترمة وكل حاجة ولكن ماشي تنرفز بعد الماتشو وكذا وكذا ماشي لكن انت كموتيل فني زي ما كابتن عادل قال ما 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 هي التصرحات هيبوس التصرحات تتالي ممكن دلوقتي بوسي كابتن اسلام لأهو قاب بتفرج دلوقتي بعد ما شاف الجون ده ساعتها التنشا بس انا اقول لك حاجة كابتن اسلام بعد كده اعتقد تصرحاتهم بعض المبارات بيانت الاتنين اتفقوا فيما معناه ما الاتنين كابتن ايمن وبسام كابتن فريق اعتقد بعد محمد برايق او يعني هو كان حارس ياني اتفقوا في حاجة اصل الحكم كان بيعملنا وحش والمعاملة ما كانتش فدي حاجة بقى نواية فانتو دي دي مشاك بصلي بالزبط احنا مش هنخش مش هنخش بنواية مثلا مش قصدي لكن انا قصدي اقول ايه اصل هو بوسما حكلي ده كسفر يعني ايه ده حكلي ده كسفر مفيش اي مبرر اللي حصل بعد الموارف عشان اختم حتة امام عشور دي كابتن اسلام بقوله حدك قاله عليه ندمان قصو زعلان بصوا وشوا بصوا السواء بص كل حاجة امام عشور في الملعب امام عشور كفارد من افراد النادي الاهلي لعيب مؤسر جدا لعيب مميز جدا ربنا يحميه يستمر في هذا الاداء هو وباقي زملاء لان الامانة زي ما كابتن عادل كده قال لعيبة النادي الاهلي فعلا لازم الناس تحييها على التضحيات اللي للفترة الاخيرة اللعيبة فعلا مجهدة وتعبانة وصفر وتركيز هو ده شغلهم طبعا شغلهم بس قصدي في بعض الاحيان محتاج ان انت تديهم بعض العزر وتديهم حقهم في ان هم معلش لو كرة ضاعت لو كرة لما خلاص الحمد لله احنا كسبنا فالامور متعدفانة يعني معلش طورت في حيطة امام لكن يستحق ليه نديهم حق عشان للامانة الكم الدغوط والامور اللي هو بيتعرض لها من منذ انتقاله للمندي الاهلي اي حد تاني مكانه ممكن يتأثر لكن هو ما تأثرش فنتمنى الاستمرارية في هذا الاداء وربنا يوفقه اللي هو موجود في قيمة المنتخب الاولية ان شاء الله كمان يواصل انفجاره مع الاهلي يحقق بطولة يبقى وش السعد كده زي ما اللعيبة قالت وش السعد ويحصل عطلت السوبر وان شاء الله نلاقيه كمان في أمم أفريقيا لعب من اللعيبة المؤسرة مع المنتخب زي ما انت بتقول جي أربع شهور خد برونزية برونزية وان شاء الله بعد يوم الخميس ان شاء الله نحن نقولها ان شاء الله طيب هذا الجيل من اللعبين يستحق يستحق كل التحية مهما كانت أنا بالنسبة لي يعني هاخدها بهذا الشكل مهما كانت النتائج الفترة القادمة ولا اي حاجة ولكن أنا بالنسبة لي هذا الجيل من اللعبين يستحق كل التحية وكل التقدير هذا الموديل الفني مستر مرسيل كولر واحد من الموديلين الفنين يعني معلش محدش أنا بحب جوزي جدا جدا لكن هذا الرجل ممكن اقول اقترب شوية من جوزي ولكن اقترب اقترب جزي محدش يقول لي اه زي لكن اقترب فأنا قصد اقول انه هذا الجيل من اللعبين يستحق كل التحية وكل التقدير بجد بيتعبوا جدا 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 والمدير الفني أنا عارف أصلي حاب أقول لحضراتكم على تفاصيل ابتداء إن شاء الله من يوم الحد القادم تخص لأن حاب عندنا شهرين بقى عاديم مع بعض نتكلم في كل التفاصيل إن شاء الله هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى كابتال عادل عمر السلية ومباراة كاملة بعد غياب طويل ضمن الحاجات الجميلة أولا نداله ربع ساعة الماتش اللي فات والماتش اللي يابليه برضو أخد فترة وبعدين هو بيجهزه لأن عمر إلى جانب أنه هو لاعب مميز هو كابتن فرقة صحيح من الكباتن اللي هو في نص الملعب يقدر أنه هو يسيطر على رتم المباراة بيقدر يوجه زميله لما يكون فيه حاجة ممكن تحصل مشكلة ولا حاجة على طول بيروح وبيأدي الوجب مش كابتن هو بس يعني هو مش كابتن النهاردة هاني الكابتن لكن هو بيقوم بالدور ده كراجل من القدماء أو من اللعيبة الكبار الكبار اللي موجودين في الفرق فمن مكاسب النهاردة عمر الصلاية واعتخد هيبقى عملية التبادل الماتش اللي جاي في مروان ممكن جدا ياخد الماتش اللي جاي ويبقى برضو عمر الصلاية ممكن ياخد مكان كوكا يعني الشغلانة دي كده الراجل بيأديها بيأديها بالعلم وبيأديها بال بالوجهة النظر اللي هي لا تخل بأداء الفريق من حيث الانسجام من حيث الأداء من حيث الخطورة عمر الصلاية النهاردة أنا بديله 6-18 عمر الصلاية ممكن مع تتابع المباريات هيوصل لـ 8-8.5 من عشر الفترة اللي جاي مفروض ان هو ياخد على فترات لحد لما طبعا الماتش اللي جاي صعب جدا ان هو يديله الماتش اللي جاي لكن اعتقد ان هو رايح مروان النهاردة على الرغم من الماتش النهاردة كان خروج مغلوب صحيح؟ ومع ذلك ثقته كبيرة والثقة دي كابت ان المدير الفني بيديها لللاعيب واللاعيب ما بيخزلوش طبعا في بعض اللاعيبة لابد يقفوا وقفة مع نفسهم النهاردة برضو من ضمن الحاجات اللي ما عجبتنيش النهاردة بسان طبعا يوم كبير وبعدين طوله يعني الكرات العالية دايما جوة 18 فيه في الربع ساعة الأخرانية بقينا نعلق الكرة يطلع ياخدها منتغى السهولة الراجل لا يمكن يطلب الكلام ده الراجل عايزك تلعب زي تبص تلاقي الكاميرا اللي ما بتيجي عليه يقول له بتدي العب لما انت وصلت للمرحلة زي امام عشور كده التلت الأخراني ده كرة زي دي لو كريم عمل حسابه كان خلى الراجل في ظهره يا إما جول يا إما بنالتي إنما خلى الراجل سابقه بخطوة الكرات دي بتبقى في منتغى الخطورة بنشوفها دايما في الماتشات في أوروبا والحالة دي بتبقى التلت الأخراني ده كل المدافعين رايحين بوشوهم للجول حتى ممكن بتخبط في رجل المدافع وبتبقى في الهدف فعمر الصلاية أعتقد أنه هيبقى إضافة قوية جدا ودخلوا بمهنية ما استعجلش عليه من البداية في كاس العالم لماتش الاتحاد يبتد يديره ربع ساعة في تلت ساعة لحد ما داله النهاردة ماتش كامل برضو من ضمن الحاجات كوكا يبتد يديره على فترات النهاردة بيديره ماتش كامل والراجل ما بيغزلوش حسنين الشاحات النهاردة كرات كتيرة بيروحطتها عالية حتى الكرات السابتة برضو بتتلعب عالية وبتعدين الكورة العالية وانت ظهير يمين بنعود ولادنا دايما في الكرات اللي هي اللي بتبع على الأطراف بتحط تلت تربع قوة في الصباع الكبير بتاع رجليك في الجنب من الكورة بحيث أن الكورة وهي جاية بيتدور على شكل حرفه وعلى شكل نسي ما بيقول بالبلد كده بيقول موزة لازم يا كابتن تبقى جامدة ما تبقاش ما تبقاش تبلونة البلونة دي حرس المرر بيطلع مرتاح جدا ويطلع ياخدها تمرين اسمها بنمرانه بنمرانه فالنهاردة أكتر من كورة سواء من هاني أو من حسين الشاحات بتتلعب الأوفر العالي ده اللي هو يعني حتى المدافع بياخد وقته علشان يطلع ياخد دي الحاجة الوحيدة اللي كانت مدايقاني إلى جانب طبعا الأداء المميز للشناوي شايل جول في البداية كان انفراد كويس منعم ما عملش فاول كان يتهتبقى ضرب الجزاء يعني يحاول أن هو يتجنبها حد لما ربنا أراد علي معلول بحقي جدا 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 على أداء الرائع في كاس العالم وعلى أداء النهاردة وهو خارج طبعا إضافة قوية جدا وأرجو أن النادي الآلي يبقى فيه بديل مع كريم لأن عدلة خالد مش عدلته إنما طبعا كريم مع إضافة تانية باكليفت يبقى في يناير هتبقى برضو من الإضافات اللي هتبقى قوية جدا علشان الجابها دي هتبقى مهمة جدا بالنسبة لنا في الماتشات اللي جاي إن شاء الله ياسر إبراهيم ومنعم ورامي ربيع طبعا يمكن ودرهم يعني على الأقل قفل الهجمة المرتدة شك واضح زي ما قلت لحضرات كافة في البداية إن كان واضح يعني اللي احنا شفناه في الملعب إن فلسفة كابتن أيمن الرمادي أنا هلعب هقف دفاع مية في المية هلعب أحاول على قد مقدر هلعب على المرتدات السريعة إن أنا أطلع بأكتر عدد من اللعبة في التحولات عشان نادي الأهلي هيبقى بيضغط نادي الأهلي هيجي فترة اللعبته تتعب من كتر الضغط فأنا أستغل الفكرة دي ولكن للأمانة ياسر إبراهيم من زي ما تكلمنا كلما حضرتك في الأهلي في المونديال بيقدم نسخة متطورة منه يعني كل فترة نسخة متطورة من ياسر إبراهيم بذلك كل فترة وبيضيف لنفسه حاجة جديدة في فترة كان ناس تتكلم أو يقول ياسر لسه حتة التمرير حتة التمرير عند ياسر الخروج بالكرة من الخلف الأمانة تطورت كتير حتى التاكلينج بتاعه بقى مميز بيحصل على الكرة بالاستحواز فلا لعيب مميز جدا بيغط على ملعب نهاردة نهاردة بيغط على ملعب واحدة أشالها صح بالزبط فهما النهاردة ياسر الأمانة ومنعم السنائية دي النهاردة عملت شغل عالي جدا وأحبطت أي محاولة فعلا لفكرة أن سيراميكا تحاول تلعبنا على التحولات سواء بالسرعة بتاعتهم أو بالتدخلات بتاعتهم في التوقيطات المناسبة كرة واحدة بس اللي كانت يعني سقطت سوا لكرة العرضة دوارد في الكرة فممكن لو هنستعرض لأول أرقام ياسر إبراهيم يعني بنتكلم فكرة الفوز بالكرة 12 مرة ده رقم طبعا كبير في مباراة زي سيراميكا الريكافر البرريكافر أو الكرة التانية بتاعته خمسة منهم خد الكرة مع الاستحواز مرتين خسر الكرة مرة واحدة بس فدي برضو تبقى حاجة إيجابية ياسر محمد عبد المنعم كمان بنتكلم على نقطة إضافية بيعملها اللي هي الكرات الطويلة اللي من خلف الأمام دي هو مميز فيها جدا لو ممكن نستعرض أرقام محمد عبد المنعم عفوا يعني نتكلم بس دقة التمريرات بتاعته كابتن كمدافع 44 تمريرها صحيحة من 48 يعني كابتن عادل برضو لدي نسبة دي كمدافع حاجة كويسة حاجة بالضبط بتساعدك إن أنت تبني اللعب بشكل صحيح من سبعة ودي نسبة جيدة جدا كمدافع وبيعمل مراوطة رئيسة عمل محاولة ترئيس واحدة نجاح فدي برضو تبقى حاجة كويسة الفوز بالكرة 13 الكرة التانية عنده 5 الاعتراض الناجح وزي ما بنشرحه للناس هيسمع اعتراض ناجح عشان هي مصطلح إنجليزي أكثر فدي ترجمته لكن هو معناها أن أنت بتاخد الكرة مع الاستحواز بتقطع الكرة من المنافس بتاعك بالاستحواز خمس مرات لاعتراض اللي بعدين الواضح ده اللي هو أنت بتقطع الكرة بس من غير ما تحصل على الاستحواز أربع مرات فدي أرقام جيدة جدا للمدافعين دي لأي طبعا رامي ربيعة في الفترة اللي نزل فيها برضو بالتأكيد بيعمل إضافة ورامي للأمانة في السنين الأخيرة كل مرة الناس تقولك رامي قرب يمشي لأ رامي تلاقي رامي موجود ودائما كل ما بتحتاجه بتلاقيه واحد من كبات الفريق ومشاركات كبيرة في كاس العام الأندية وعنده بطولات دوري أبطال أفريقيا كتيرا إن شاء الله كمان السنة دي تستكمل فللأمانة المنظومة الدفعية للنادي الأهلي الفترة الأخيرة تطورت كثيرا نتمنى الاستمرارية على سهو عندنا مباراة واحدة يوم الخميس بعد كده هنرأي حبة حلوين فإن شاء الله المباراة دي تخرج بخير يعني وسلام طيب كابتن عادل سريعا جدا رأيك في المباراة اللي جاية وكيف استطيع ندلالي أن يفوز بهذه البطولة طبعا بالنسبة لياسر جلبرتو نشوف نياسر تطور أداؤه ده كولر وبرضو جزي لما كان واق الجمعة جاي من المحلة هو كان عندي في المحلة ثلاث سنين كان فيه العنف والرجول والآخر جزي ابتدى واحدة واحدة ابتدى يبدأ من تحت ويسلم صح ويطلع في الكور العالية والحاجات دي هعتقد الماتش اللي جاي هيبقى اليد العليا بإذن الله تعالى للنادر الأهلي نادر الأهلي الفوآن بتاع كاس العالم والأداء المشرف اللعيب قدته مش هيفرطه الماتش اللي جاي إراية المباراة أنا شايف النهاردة تيم فيوتشر فيه أكتر من لاعب يبدو والله أعلم إن فيه جهد بدني زيادة عليهم لدرجة إن فيه أكتر من أربع خمس لعيبة خرجوا إصابات صح في الشرط الأول بس طريبين اتنين يجبت أن عاد في الشرط الأول لان اتنين وبعدين برضو الشرط التاني يعني فاروق طلع من أول خمس دقايق ميسيك ريجلو فيه رجل أفريقي وبعدين برضو مبلوه عمر كمال وعمر كمال جاله شد ممكن ما ألحاش فطبعا إن شاء الله يكون الشناوي في حالته وإن شاء الله بعد الإشاعة إن شاء الله يبقى موجود في المجرأة وبرضو مصطفى إن شاء الله ربنا فيه البركة إن شاء الله لكن أعتقد لعبنا النهاردة اللي إحنا قدناه هينقدي بنفس الشكل وأعتقد السبات في التشكيل هين برضو خط الظهر في وسط الملعب احتمال يبقى في تغييره واحدة احتمال يدفع بمروان على حساب السلية ويبقى السلية مديل في وقت من الأوات ما كان أي حد طبعا في المهاجمين أعتقد إن كريم برضو هيددله تاني يعني كريم بيقدي دور دفاعي الرجل محتاجه حسين الشحات ما بيقديهوش بيقدي دورتي الماتشين أعزورني صراحتي حسين الشحات ما بيقديش الواجب الدفاعي بتاعه يعني جاب جول في الماتش الاتحاد الماتشين اللي بعديهم بيلعب لواحده مش عايز يلعب مع زمايله يعني لعب سلبي النهاردة الراجل خالد اللي واحده فيه اثنين راحين عليه وهو وقف في وسط الملعب انت نازل ربع ساعة أو تلت ساعة خطة واحدة كويسة بصراحة في الاخر خالص لو ما حطهاش دي كده تفوت طول الماتش يا كابتن هو حسين لا لو كان الماتش ده هو نزل نصف ساعة حسين يا كابتن السنة اللي فاتت من أحسن اللعبة موجودة في الناد الاهلي هو انا كابتن فيه كرة انا افتكرت الكرة دي كانت حتخش لو ده قدر لا قدر هتبقى مشكلة كبيرة يطعين ثلاثة على واحد والحقها قبلها احنا عايزين انت احسن الشحات في الناد الاهلي دول الماتش بقى كده انت الراجل بيدفعك في اخر ربع ساعة ودي بطولة وبطولة حيب اول انك تتبقى كاس عالم وبعدين تطلع من سيراميكا او ما تاخدش السوبر لا الجمهورك مش هيقبل الكلام اللي جاي بقى افضل دايما اللي جاي افضل اللي جاي افضل بيزن اللي تعالى ايمان سريعا جدا طبعا مباراة اكيد الاستشفاء مهم جدا للعبتنا ان هم يبقوا في حالتهم فيوتشر مش في افضل حالاته ولكن في نهاية مباراة كؤوس فيوتشر قدر ان هو يستطيع لا حدش كنت متوقع النهاردة ان فيوتشر اكسب الناس كلها بتتكلم على النهائي اهلي وبيراميد حتى سألوا كولر في المؤتمر كلها رألهم مين اللي توقع عن بيراميد مين قال ان انا عارف ان بيراميد في النهائي وقالوا لأ الناس كنت بتاعلهم لا انتوا بتتوقعوا براحتك ولا في النهائي بالنسبة لي فيوتشر زي بيراميد طالما انا وصلت النهائي هتعامل مع مبارتين وقول لي لا ده ممكن وجود فيوتشر في النهائي يصعب الامور علي اكتر ما يسهل ففيوتشر قدر يستدرك بيراميد لركلات الترجيح وشفناها ده الركلات الترجيح مصيرة جدا اه عندهم بعض النواقص عندهم مشاكل بدنية ولكن في النهائي هيلعبوا لنهائي المباراة فرصة بالنسبة له ان هم هياخدوا البطولة التانية في تاريخهم وما بالك ان بتاخد بطولة على حساب النادي الاهلي ممكن نهاردة برضو المرسم بتاع ركلات اه 14-13 نتكلم 38 حوالي 38 ركل الترجيح او يا لا كبير وعلى فجد ممكن تنخذش من ريكوردز يعني العالمية في الماتشاط اللي هي 38 28 اه يعني نكلف رقم كبير ده كانوا بيعيدوا يعني من كلنا احنا منعيد وقربنا نوصل لجنش تاني ومحمد اه ان هم يشهد فلا في بتوني عطي اه حديثة في ثلاثة انفرادين انفرادين ما لهمش حل الفيتشر الفيتشر ده وادي اه اللي في الاخر صح عاطف عاطف واحدة هو جولة الواحدة والله جولة الله انفراد كامل الوادي خدوا الكورة من الوينجليفت ووصل لحد السيكسير ده اوكي بدل ما يلعبها في الزوال راح لعبها في السابقة مباردين ما ممش حل مباراة صعبة انا نتمنى ان شاء الله تكون تتويج لعام عشرين ثلاثة وعشرين للنادي الاهلي عشان برضو نكسر حتة بس اه الموسم يعني احنا في عشرين ثلاثة وعشرين واخدين كل البطولات خسرنا السوبر الافريقي خسرنا داور الافريقي فنتمنى بس ان السوبر ده يكون زي لو ايه الكريزة كده بتاعت اخر بطولات السنة نقفل بيها اه عشان حتى نيجي حلقة كده ما حدا جبت اننا هنبعد شهورين بقى بحط البطولات كده نرصصها جنبنا ونوعبا نعيش حطم هنا انا كده ان شاء الله ربنا يكرمنا بزن الله يعني اللي فات واللي جيد دائما يظل الانهالي ان شاء الله ربنا يكرمنا يوم الخميس القادم ويستطيع للألي ان يفوز بها دي البطول شكرا جزيلا مبروك مقدمنا يوم الخميس ان شاء الله يا رب ربنا يكرم ان شاء الله وتبقى مبركة لنا جميعا شكرا جزيلا شكرا جزيلا ألف ألف مبروك لجمهور النادي الاهلي الوصول لنهاء هذه البطولة لكن حتى هذه اللحظة لم يفعل النادي الأهلي شيء بطولة إن شاء الله إن شاء الله يا رب يا رب يستطيع النادي الأهلي أن يفوت بها يوم الخميس القاتل أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة من البيت الكريم